بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئ لرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024 وفي برقيته لرئيس السيسي أكد الفريق أول محمد زكي وفاء رجال القوات المسلحة لمسؤولياتهم ومهامهم المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدورة المصرية وحماية منجزاتها ومقدراتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادة رئيس عبدالفتاح السيسي الصادق الحكيمة يأتي ذلك فيما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي